موسيقى موسيقى سيما وانا كل اللقاءة ستلقى المباشرة عبر التليفزيون وهذا إطار فهذا إطار قام المكتب موسيقى باستشابه معه الحاج الحاج يعني ما كان توصلوش بالصوت ديالو هنحاولو دائما ربطوه بالاتصال في الجديد ديال فريق شباب رادي السوالم للاستعدادات وتحضيرات كانت تكلم الحاج على أنه المباريات منقول يعني السوالم غمضا نشوفوه كل نهاية أسبوع وكل أسبوع جوجل المباريات يعني على حسب بالبرمجلة غاشكون هاد الموسم هادا كي مشفعنا في الموسم الماضي واش أيضا شباب رادي السوالم غايستغل لد النقطة ديال النقد التلفازي نحن يكون عندهم مستشهير الناس اللي يكونوا داعمينه باش ينطلق بقوة في الظهور والحضور ديالو الأول الحاج في القسم الاحترافي الأول بكل صراحة النهاش كيتطلب استجابة ضفطة التحمولات وكيتطلب سويلة مادية وحنا عرفنا على الموسيقى الأسبوع المقبل الماضي كانت الزمين ديالنا عبد استقبله في مرخ ريادي أو في مواشر المارس استقبله كان ضيف عنده في البورنا ما جيله رئيس فارق بشعيب بن الشيخ واللي شرح الوضعية المالية وشرح عدم توصل فارق شباب سوال بالشرطة الأخيرة وكان تدخل أسبوع الأسبوع الماضي دي الرئيس المسجلس بهادي واللي أكد علانه بالفعل ما لازل في الدماء أكد عنه ما زل في الدماء المسجلس بهادي الشرطة الثالث لكن غادي تصرف على الفارق في الأيام خيالها الماضية لكن هناك انتخابات وكيف زر العوج لكن هنا فكتح سؤال واش غاية يخضع شباب سوال قبل ما يبدأ الموسم أو يخضع حتى يفوت تكون انتخابات وحتى يبدأ الموسم ولمش حتى تبدأ الموسم رأى الفارق مطالب يونز بالانتدابة وانتدابة كتطلب سؤلاء مادية كبيرة وخوصا أن السوال كما قلنا هذا الموسم هذا العب دخل الموطرة دي القسم الأضواء وكيف يخصك العباء في المستوى الكبار من حاجة كبيرة باش تتنازل أو تكون في مجارة كلا فرق كبيرة في الوهندة ضراجة والجيش ومجموعة من الفرق وفان إطار تركونا تكالي نوع قامل مكسب يعني با تستشارة مع الإدارة التقنية وجابوا لعب زكري بالمعاشي من الخميسات ولقع عقد الموسمين وأيضا جابوا لعب ياسد غزوانير والي جاب من الشباب التصنيف ولقعوا الأخر مدة عقد سانسين لموه هاجم هايسة من البهجاء هذي كان جاب كنف البريتر مع كنف الويداد ومن بعد في خسخ العقد مع الويداد وقع الفرق ديال لأم جاب بسؤال مع عقد لمدة سنتين مستفسان هذا لا تكون جاب الشباب الخميسة أتلت وقع مع الفرق الموسمين هو جاب الصاد ولكن يتحق بالمنطقة بارداء تا يفعل صاد تا يفعل صاد شبارك الحاج تا يفعل شبارك ديالصة تكتشى السؤال منطقة الساحلي ديال مدينة الدار وبيضاء وكل لعب الوسط المالي بالجلسية هو عبد الله طاوي القادم من جمعية السلوية وهو كذلك وقع عقد لمدته سنتين وكل جديد يوز وهو هناك اتفاق مبدئي في الانضمام لعب من أمال الرجاء البيضاوي في إطار إعارة جيب ريتي لعب وسط مواجم وهو اللعب رياض إدو إدبوغين هذا العبدة تخدم الموافقة المدائية لكن بداية أسبوع القادم سيكون المستفى النهائية سيكون تحق فريق شباب السوارم وغدست إن شاء الله هو آخر يوم تدريب بالفضاء رياضي دواحي خياطة سيكون دخل فريق شباب السوارم وعسكر المغلق الاثنين القادم لمدة 15 يوم مدينة الجديدة خصوص لقاعة ويدا يونس أكد راديو مارس مدير مساعد وضاء الحمار لأن المدري برضوان الحمار أو المدري برضوان الحمار وضاء الحمار لأن المدري برضوان الحمار قام باتصال مع فارق قنات بكوري قبل أشهر دقاء ويدا إلا أن الفارق الفصواتي لا زلنا يؤكد هذا النزال الحبي هذا هو الجديد خيرس السوارم كيمقرتي مع البداية أنه هذا الموسم ماشي موسم دوزيليوزون بخوم ميليوزون خصنا ميخسنا وخصنا ملعب هذه هي نقطة المهمة أنه بخلص سيستقبل بمبارشيد ولكن إذا أين سنقوم بخلص ونطلع بمبارشيد ونحن نطلع لأول مبارشيد لأول مبارشيد ونحن نطلع ونحن نطلع لأول مبارشيد ونطلع المجلس بلدي من المجلس المساعدة المساعدة هذا الفارق الذي يعطي إضاءة كبيرة وصورة جميلة لمنطقة حد سؤال من الفارق لأول مجلس إذا مقال يودعكنا إلى مناسبة قادمة وخيونس تحييلك صديق بنو أبا حمود كل مستمع لدي مارس إلى اللقاء شكرا الحاجة عمجيد بنهاشم إذا كانت هذه الأخبار دي فارق شوبر دي السؤال بلا شك بنول للمنافسة في المستوى المادي كيكونوا متطلبات أكثر من القسم التاني الاحترافية رضوة الحيمر يعني المستوى التقنية يعني يدير مجهود مع الحمصاوي والصطاف تكنيك كامل اللي معهم ويحتل مكتم مصير الحالي خلودي جوف تداريب أحد المنتجعات بالخيايطة بعد مننا ستكون مرحلة أخرى ديال تحضيرات في معسكر مغلق ثم مباريات وديا في انتظار الإعلان على الخصوم ديالهم وديا وستعداد الموسم المقبل وكي يبقى دائما الموضوع ديال للإكرهات المادية وأيضا الملعب الملعب قار يكون فريق شباب ريدي السوالم اللي حتى هو جمهور ديالون ومدينة ديالسوالم سهل يعني يكون عندها ملعب وأيضا فريق لنافس على المستوى الوطني في مصابقة من حجم البطولة الاحترافية اللي كتبغي إمكانيات وتبغي أيضا الناس اللي يكونوا مسؤولين ويتزموا مع فريق شباب ريدي السوالم اللي مازال سنتبهوا إن شاء الله المستقبل والأخبار دياله قبل منطلاقة الموسم